ما زالت أرواح الموصليين تزهق نتيجة الإهمال الحكومي وما خلفته الحرب من متفجرات غير مفلقة ومخلفات حربية ففي قضاء تلعف الغربي محافظة نينوى قتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون نتيجة انفجار لغم أرضي زرعه عناصر تنظيم داعش في أراضي زراعية خلال المعارك العسكرية الأخيرة أما في داخل مدينة الموصل فالوضع ليس أفضل فمخلفات الألغام التي لم تعالج لحد الآن تشكل كابوسا حقيقيا للأهالي مخلفات الحربية لي حد الآن هي صالة سنتين نسا نحن قدام عيننا نشوف فوت على بيوت هسا قدامك راح تلقي ألغام والعبوات والشغلات هاي سنتين من وقت التحرير لي حد الآن دحق علي مدينة مالأشفاح موجودة مثلا أثار الحرب قضاء الكيميائية وغيرها ظهرت عندنا أشياء وكانك عالميهم موجود بعض الصواريخ والهذه موجودة بس سغمرتها المياه مخلفات الحربية كلها يعني ظهرت هذه مديرية الدفاع المدني قامت بدورها بانتشال ومعالجة ما يقارب ستة آلاف من المقذوفات الحربية في أموم محافظة نينوى وتتراوح هذه المقذوفات ما بين أبوات ناسفة وقنابر هاون ومخلفات العجلات التي فجرها التنظيم الإرهابي خلال معركة استعادة الموصل حيث قامت شعبة معالجة القنابل الغلوم فريقة في مديرية الدفاع المدني ومحافظة نينوى بتنفيذ أكثر من 380 واجب معالجة توقفت هذه الواجبات عن الكشف عن 6,240 مقذوف وتم رفعها ومعالجتها في أموم المحافظة تتراوح هذه المقذوفات ما بين قنابر وقذائف هاون قنابر هاون ومخلفات حربية قد تصل إلى حدود الرمان اليدوية ومن ثم رفعها وإطلافها وعلى الرغم من تخصيص مبالغا كبيرة لرفع المخلفات الحربية إلا أنها لا تزال تنتشر في المحافظة وفي بعض المناطق اكتفت جهود المنظمات العاملة على إزالة هذه الألغام بوضع إشارة الدلالة دون إزالتها من الموصل قاسم الزيدي التغيير